وبالفعل يعني الرئيس بتصريحاته البارحة وكأنه لا يريد محكمة دستورية لأنه كان أوكل هذه المآمنة المحكمة الدستورية ولو كان يريد المحكمة الدستورية لا سهل إنجازها لأنه جاءه القانون الذي صوت عليه البرلمان ولم يقبله ماذا يريد الرئيس؟ يريد أن يقوم مقام المحكمة الدستورية؟ أنا لا أدري الحقيقة لكن هذا أمر خطير الحقيقة ويجب أن يتوقف الجميع عنده لأنه كما يقال بالتونسي البلاد مش على جرن فلانيا البلاد أي بلد في العالم لا يتوقف عن رأي زيد أو عمر هناك مؤسسات الدولة هذا النظام أنت يا سيادة الرئيس أنت خبت في ظل هذا النظام وقبلت به في البداية لا يمكنك أن تغيره الآن إلى رئاسي كما تريد أنت صلحياتك معروفة بالدستور ومحدودة عليك أن تقبل بذلك يعني مثلا الآن كل الذين انتخبوه الرئيس عمليا يقوم بأفعال معاكسة لرغبة هؤلاء وأنا أحدهم أنا الحقيقة فجئت وأقول هذا صراحة وأمام الملأ أنا فجئت بهذا السلوك وبالفعل لو كنت أعلم هذا السلوك من الرئيس ما كنت أعطيته صوتي والله العظيم لو احتفظت بصوتي أعطيه لي حتى لي بواب عمارة يعني مش معقول أنا ما كنت أتمنى لتونس أن تقاد بهذه الطريقة يقول كثيرون وأنا أتابع صفحة التواصل بأنه النهضة 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 أنا لا علاقة لي بالنهضة وبالفعل يعني كل الأحزاب سواسية لكن من باب الأمانة والموضوعية لا يمكن أن نرمي كل بلاوي تونس على النهضة من يعرق للمشهد الآن ومن يقف عقبة أمام الإنجاز هو هذا الرئيس حان الوقت أن نرفع أصواتنا وبكل جرأة شو هي الكلام؟ نحن نعطي أصواتنا ونعطي دمائنا ونعطي وقتنا ونعطي أموالنا أيضا أراتب الرئيس هو من جيبي وجيبك مش معقول